وفد سوري برئاسة وليد المعلم في موسكو آخر زيارة بهذا المستوى كانت في نوفمبر العام الماضي أنا سعيد باللقاء مع فخامة الرئيس لأنني حصلت بصراحة على وعد بدعم سوريا المجاهرة بالسعادة والثقة موقف سوري لم يتغير وكذلك مواقف الحليفة موسكو العلانية منها ولكن ليس ما بين سطورها هذه المرة إننا مقتنعون بموقفنا هذا وهو أمر دعا إليه الرئيس بوتين على كافة دول منطقة التخلي عن خلافاتها والتركيز على مكافحة الخطر المشترك المتمثل في الإرهاب وتنظيم داعش رسالة روسية مبطنة لم تتركها استفسارات الصحفيين بحدودها العامة المتناثرة فكان التفسير المطلب تحالف جديد تحت مظلاته على دمشق أن تقف اليوم جنبا إلى جنب مع عداء الأمس تركيا والسعودية والأردن كخطوة أولية كلمات مختضبة أفرج عنها عميد الدبلوماسية الروسية ليترك نقاط كثيرة معلقة فاللعبة لم تكتمل والطباخو الطبخة هذه المرة ليس روسا فقط الرئيسان بوتين وأوباما اتفقى وأوكلا بالمهمة إلينا أنا وكاري لعقد لقاء عجل لتوحيد الجهود على أوتار دبلوماسية أكمل لفروف عزبه هنا تاركا فسحة ضيقة لضيفه السوري للرد مع حفظ ماء الوجه فقال إن نتائج النقاشات مع المعلم الآن ستحدد ملفات لقائه مع نظيره الأمريكي غدا المعلم وبطبيعة الحال سارعا للرفض رفض بسروط حفاظا على ماء الوجه مستغلا بذلك الفسحة التي منحته إياه أوتار الدبلوماسية الروسية فربط القبول السوري بتخلي الأطراف الأخرى عن مواقفها والقاموس السوري يختزلها بدعم الإرهاب وتمويله شروط سورية على طاولة موسكو سمعت من الضيف كما سمعت قبلها شروط سعودية فهي ليست إلى أسابيع معدودة مضت لتفصل بين الضيف السوري والضيف السعودي الذي استقبلته موسكو بحفاوة أيضا حول طاولة تركزت كذلك على السيناريوهات سوريا وهي ليست إلا ساعات معدودة تفصل بين طاولة الضيف السوري في موسكو وطاولة فيينا حيث سيجتمع المضيف الروسي ونظيره الأمريكي لبحث أهواء ومخاوف سيديهما سيد البيت الأبيض وسيد الكريملين الحديث الذي يطفو على السطح حديث عن مؤتمر جديد وبين جنيف واحد وجنيف اثنين من جهة وموسكو واحد وموسكو اثنين من جهة ثانية قد تضيع التسميات لوهلة إلا أن روسيا التي وعدت دمشق بدعم لن يتوقف هي نفسها التقت المعارضة على الأراضي التركية بعد رفض الأخيرة الذهاب إليها دوامات وتحركات إن أفضت إلى شيء فإلى أن الدعم الموعود مستمر إلا أنه سيكون بنكهة مختلفة مع تغير أضواق وأهواء الطباخين واشتداد نيرانها واحتدام ألسنتها